اذا يكو يا حلوين عاملين ايه؟ الريفيو النهاردة هيكون عن عطر من عطور كارلينا هريرة وهو سي اتش اسمه بس سي اتش كارلينا هريرة الاصدار ده طبعا اصدار بول فام او اصدار للنساء حقيقة الاصدار اللي معايا ده قديم اللي هو الغطى بتاعه سيلفر او معدن سيلفر وبتكون المارك اللي مشايفينها دي باللون السيلفر برضو والليذر اللي حواليها الاحمر ده بيكون محفورة عليه سي اتش حقيقة الاصدار ده فيه منه اصدار تاني بيكون باللون الجولد وبرضو بيكون حوالي جلد احمر كده بنفس الطريقة والمارك بتاعته بتكون برضو باللون الجولد انا هكلمكو عن العطر ده لان ده اللي انا جربته كتير قوي واستخدمته كتير وهقولكو الفرق ما بينه وما بين الاصدار الجديد خدني اقولكو بس في البداية الانطباع اللي انا باخده عن العطر ده في البداية الحقيقة البرفيم ده انا بحس ناحيته انه هو شوية يعتبر اقدر اقول عليه عطر ماسكلان أو عطر في درجة من درجات الإحساس الزكوري سويا ده مش معناه أبدا أنه هو عطر ما بيناسبش النساء بالعكس هو أصلا للنساء ولكن الفكرة كلها أنه هو البروفيوم ده بتحيث أنه هو ممكن ممكن يناسب الجنسين الحقيقة البروفيوم ده أول حاجة بتشميها منه في البداية هو كمية أخشاب كبيرة جدا تشمي أخشاب وحمضيات الحقيقة دول أكتر سمتين مميزين في العطر ده الأخشاب والحمضيات بعد كده بتتدي تحسي بشوية سويت نس حلوة وشوية ماسكي وإحساس أنيمالك كده بولد أوي جريء وبحس أنه هو عطر قدر أقول عليه شوية وايلد بمعنى أنه لو أنت بتحبي إيليان موجلر وبتحبي الأداء العالي والفواحان العالي بتاع إيليان موجلر والإحساس الأنيمالك اللي موجود فيه هتحسيه هنا كمان في العطر ده العطر ده لطوب نوتس بتاعته هي عبارة عن جريب فروت وبرجاموت ولمون وبعض النوتات البحرية الأكواتيك وكمان شوية فواكه استوائية حقيقة الفواكه اللي استوائية لنا هنا بشمها هي مش فواكه بالطريقة السويت على قد ما هي بتنيل للأناناس والحمديات الجريب فروت زي ما قرأ دي وموجود الجريب فروت تحدي إنها كده فواكه فيها الإحساس الساور أكتر من إنها سويت بالنسبة للسويتنس السويتنس بتبتدي تظهر معاكي متأخرة شوية في حلوة البرالين موجود فيها حلوة البرالين فيها السنامون في القلب العطر فيه كمان شوية ظهور بيضة زي ظهرة البرتقال والياسمين وبعض من الورود عايز أقول لكم الإصدار الجولد يعتبر مختلف شوية هتلاقي الورود ظهرة أكتر هتحس إن السويتنس أكتر هم أخدوا كل النوتس الفجة أو الشديدة أو المخالية البرفيم ده ممكن فيه بعض النساء تشوف إنه عطر مناسب للرجال ببتدي تحس إن البرفيم فاملا أكتر في الإصدار الأجدد كمان عايز أقول لكم قاعدة العطر بالنسبة لي قاعدة غنية جدا جدا هي قاعدة من الجلود من الباتشولي من خشب الكشمير خشب الصندل وبعض من المسكة طبعا وظهر جدا جدا كمان فيه شوية عمبر كده وأخشاب فالبرفيم ده إجمال أقدر أقول إنه هو سبايسي خشبي رحته برضو برغم إنها السويت وفيها باتشولي بس بتحسي فيها بالسنس بتاع الانتعاش والنظافة شوية القاعدة بتاعته فيها خشب الصندل والمسك زي ما أكلمتوكو كتير عن خشب الصندل والمسك لما بيجتمعوا مع بعض في عدة واحد بيدون إحساس يسبه ريحة النظافة أو ريحة الشاور أو كأنك لسه خارجة من شاور بروفيوم نظيف وفي نفس الوقت فيه ريحة الجلود شديدة جدا الجلود اللي هنا أنا حاسة إن السينامون والباتشولي وشوية الأخشاب والمسك خليني الجلد هنا مش سويت على قد ما هو جلد بيدينا الإحساس الوايلد حيث إن العطر وايلد عطر شديد برغم شدة العطر ده إلا إن باستدحية بتاعته بصراحة يعني محيرة هي الووتر نوتس دي أو النوتات المائية الأكواتيك المنعشة مع اللمون مع الفواكه الاستوائية بتدينا كده دخلة منعشة فراش في نفس الوقت تحسي إنها فيها فواكه ومسكرة شوية وفي نفس الوقت سبايسي وبرضو أنت محتارة حاسة إنها برضو زي ما بيقولوا كده زي إحساس الكلونيا الرجالي فيها إحساس أنا من الناس لو أنت بتحبي العطور الشديدة وبتميل للعطور اليونيسكس العطر ده مميز لكي جدا جدا أداءه عالي قوي فواحانه عالي جدا بيفضل سايب لك ريحة بروفيومي قوي أنا من الناس اللي بحب نوتة الجلد جدا وبحس إنها بتخلي العطر بصراحة فيه غنى وخصوصا لما بتحطي لها حاجة سويت يعني يبقى فيه حلوة البرالين وفيه شوية فواكه في البداية خلي البرفيوم كده برضو ما تقدريش تقولي إنه هو مش أنسوي يعني صعب تقولي كده ولكن البنات اللي بتفضل البرفيومز اللي مش فواحة للدرجة دي ومش قوية وجديدة بالدرجة دي هتلاقي الإصدار التاني اللي هو الكاب بتاعه ولونه جولد هتلاقي الإصدار ده بالنسبالك أحسن هتلاقي الورود فيها أكتر هتحسي كمان إن البرالين أقوى الجلد بيبتدي ينزل شوية البتشولي بيبتدي قل شوية الأخشاب والحمضيات اللي هم أصلا المين نوت أو المين أكورد اللي قائم عليها العطر بحيث إنها هدية شوية وبقى العطر روزي فيمن أكتر سويت أكتر سنة الانتعاشة الموجودة قرية دي موجودة بس بطريقة مش زي إحساس الكلونيا الرجالي زي ما كنتم بقول لكم أنا العطر دا بصراحة في رأيي الشخصي أنا بحبه جداً وبفضله قوي وبالعكس يعني بحس كتير إن أنا عندي المود اللي خليني أستخدم البرفيم دا في كتير منكم ممكن ما يمروش قوي للإحساس السبايسي الخشبي الليموني اللي موجود في البرفيم دا وخصوصاً مع الجلد أعتقد ممكن تروحوا للنسخة الأجدد اللي هي الكاب بتاعها لونه جولد والمارك بتاعها لونه جولد أعتقد هتنسبكو أكتر خليني أقول لكم البرفيم دا أنا بصراحة بحس إن هو طبعاً هو مناسب جداً جداً لفصل الشتاء ولكن دا مش معناه إن أنا ما باستخدموش في الصيف بالعكس أنا كنت تكلمتوكو قبل كده عن عطر Pure Poison وقلتلكو إن أنا عطر Pure Poison برغم إن هو عطر خشبي كمان وسترسي حمدي وظهور بيضة بس ما فيوش السويتنس دي طبعاً ولكن هو من العطور بالنسبة لي اللي حبيتها استخدمها كتير في فصل الصيف هو وCH دا لإني بحس إن هو بيديني إحساس Dry إحساس جافت تحسين بشرتك فيها مش Sticky ما بتحسيش إن بشرتك فيها لزوجة مع العطور المفكرة برغم إن هنا هو العطر سويت بس ما بتحسيش إن أنت في الحالة الاستيكي اللي ممكن تدايق في فصل الصيف فأنا شايفة هو عطر ستوي وقوي وفواح وكل حاجة بس لو أنت من الناس اللي بتحب العطور الفواحة وعايزة حاجة Dry أو جفة على جلدك العطر دا أرشحولك بقوة وأرشحولك كمان Pure Poison من ديور جدا كمان ليبر يمشي في نفس الاتجاه ولكن ليبر التوليفة بتاعته مختلفة شوية عن العطرين دول وخصوصا دا هو هناك قائم على اليوسفي وعلى اللفندر وعلى الحاجات دي هنا ما عندناش اللامحات دي العشبية ولا الفانيلا هنا ما فيش فانيلا أبدا فبحس برغم أنه هو ستيل برضو عطر بيتقال علينا هو ماسكران شوية في السنس دا ولكن هو يعتبر السويتنس بتاعته أنسوية أكتر من السويتنس العطر دا العطر دا السويتنس بتاعته سويتنس تناسب الرجال والنساء دا الحقيقة كان رأيي في العطر دا إجمالا أتمنى اللي جربه يقول لي رأيه في إيه لأن أنا ما شفتش كتير متعرفين على العطر دا أو مجربينه ولو جربتي النسخة الجديدة قولي لي إيه انطباعك عنها بما أني جربتها مرة واحدة بس ومش عندي فما يعني مش مترددة عليها برضو ما عنديش الفكرة المتكاملة عن استخدامها فلو عندكم الإصدار الجديد أو الإصدار دا كلموني عنهم تحت في الكمانت وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وأشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي وباي باي